زي ما تشافين في الواقع عبر الواقع انه احنا انه الان هون اخذ العينات البي سي ار طبعا الحمد لله رب العالمين بالاواني الاخيرة صار في اقبال شديد من قبل المواطنين لاخذ العينات احنا يوميا في محجاس يتم سحب قرابة الالف الالف خمسة مئة عينة يوميا طبعا احنا حاولنا قدر امكان نعمل تصنيف للاخذ العينات والفحص المختبر الاخذ المطعوم هون يتم اخذ العينات يوميا في مسفجر الحكومي هذا الرئيسي وهون زي ما تشافين فحص المختبر البي سي ار اللي يتم اخذ العينات وفحص مباشرة بالاضافة ان المدخل خاص لاخذ المطعوم عشان ما يكون فيه اختلاط ما بين اللي يبدو يفحص اللي يبدو يخذ المطعوم عشان يكون قدر امكان تطبيق برتكول وزارة الدفاع وقدر امكان يكون فيه تباعد وفيه تعقيم وفيه ريال كما ما زي ما تشافين هاي اخوان نقول نهو المواطنين الحمد لله وفضل الله تعالى صار فيه عندهم واعي صار فيه عندهم التزام بامر الدفاع صار فيه عندهم التزام بالتباعد صار عندهم التزام بالكمامات صار عندهم التزام باخذ المطعوم والحمد لله فيه اقبال اخذ المطعيم صار فيه عندنا اقبال على تسجيل على المنصة لحد الان قرابة سبع تلاف مواطن فيه محمد جراش التلقل للقاح سواء كانت تجارة الأولى وتجارة الثانية وفيه راح نجد كمان إن شاء الله خلال السبوع الجارة راح يكون فيه تزايد بأخذ المطاعين وتزايد بأخذ العينات محافظة جارة شعطة المحافظات الأولى في المحافظة في المملكة بأخذ العينات صرنا صاحبين الحمد لله وفضل الله تعالى قرابة فوق 200 ألف عينة خلال الفترة هاي وحنا صار حتى كما عنا في بعض الأوقات أنه ظهر فيه إعادة الفحص لبعض المواطنين اللي كانوا في حاجة إنهم يصووا إعادة الفحص من فضل الله بتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الأفوة وإن أدارة الأزمات ووزارة الصحة بتخصيص مختبرنا محافظة جارة لعمل العينات يومياً نعمل من 1500 عينة بتطلع معنا يومياً هنا من صار يعني الزمان كلنا نحن نوديه على عمان وعلى مختبر عمان الآن صار في عنا مختبر خاص في محافظة جارة لأخذ العينات والفحص مباشرة يعني صار دار مستقلة بأخذ العينات والمطاعم والفحص فالحمد لله رب العالمين إن شاء الله أنه ربنا برفع البلاع عنه عن موت محمد في الأوان الأخيرة طبعاً محافظة جارة كباقي المحافظات فيها ازياد بالعداد الإصابات فهذا بيؤدي إلى اقتضاء على المستشفيات يعني يومياً بيراجع مستشفى جارة الحكومية الطوارئ قرابة الخمسمائة ستمائة سبعمائة شخص مواطن إحنا بفضل الله تم تخصيص بواسطة الإداريين والفنيين وطباء صورنا إحنا الحالات الصعبة والحرية تم إدخالها طبعاً والحالات المتوسطية تم إرسالها بالتنصيق مع مشفقه بيربيد الميداني والحالات التي تكون طبيعية كويسة ما عليها يتم تقييمها والخروج حمدنا لدينا في محافظة جارة في عنا عفواً عشرين سرير آآ 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 للكورونا عنا عسر الآآ آآ 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 طبعاً إحنا نسبة إشغال في جارة الفلوان الأخيرة فيها بازدياد واضح من خمسة تمانين لتسعين بالمية من نسبة الإشغال في مصفى جرج الحكومي طبعا هذا بيؤدي الازدياد على الأسرة وبيؤدي الازدياد على الاكتظاظ على الطوارئ فمسانك هندعو أخوانا المواطنين عبر القناة الحقيقية الدولية أنه ما يرجع الطوارئ غير الناس لحالات طارية لغاية تتمكن من علاج الحالات الصعبة اللي بيتم مراجعة في الطوارئ